امين الحمد لله الشاكرين البيترين واصلي واصل معاسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد احبث لله السلام عليكم جميعا ورحمة الله عليكم على وقت طبتم وقالوا من شاكم وتدورتم من الجنة المقعدة وجعالني ولياتم من الذين استمعون القول حتى اليوم حسن ونسأل الله سبحانه وتعالى اللي يجمعنا في ظل عشرين يوم لا ظل إلا ظل وبعض امتم يعني كما قال قدد الشيخ عبدالله من عدة جسبيات وعطيات مختلفة لكن تصهرون هنا في بردقة الخير وفي هذا المسجد وعلى أرض هذا الوطن الذي يستشعر الإنسان فيه الأمقى الأمام وبالذات إخواننا وأثناء 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 أثناء أولا منذ أن ظهرت المشكلة على الساعة وتدرست أحوالا بالتفصيل وأثناء الأخبار عن كتب يعني لا أقول كذير صغري ولكن ما أستطيع أن أفعل المبينة نهار أن أحفز من يستطيع أن يحمل أهم المستغر وهم أشواله في هذه البخعة لا أقول النانية فالآن ليست هناك بدين البخعة نانية وإنما المسلمون كجسد واحد إذا اشتفى من العلم لدعى له باخل جسد للحرم والساطر لكن أقول لهم لكل مرضوم فوق هذه الأرض مسلما كان أم غير أي مرضوم الله عز وجل يستجيب دعوة المرضوم على الظالم حتى ولم كان هذا المرضوم كافرا بالله لو أن كافرا بالله ممكن لوليد الله ملحد شيوع لا يؤمن بالله عز وجل وكان مرضوبا ويرعو رب العباد من عزه ورحمته أنه يستجيب لكن في نقطة نقولها لأهل الإيمان أول أذكر أذكر موافف ثلاثة ونرى في نهاية هذه الموافف ماذا لحالف بداية أقصى أقصى ما يستطيع أن يصدعه وعدورك معك أنه يريد دفنك تحت الثار أقصى ما يريد ويستطيع ويخطط له أنه يدفنك تحت الثار ولكن النقطة التي لا يبالي بها الظالم الدافن بهذا الممروض أن هذا المدفون إن كان مسلما فهو كالبدرة والبدرة لا تنبت إلا بعد أن تدفن يعني دفن هذا المخلوق الذي يؤمن بالتوحيد وتلك المذور عندما تدفن بفضل الله لا تموت وإنما تنبت وإلا يخرج لها مجموع جدري تحت الأرض ومن مخلوق فوق الأرض وتنبت عدة سماب في كل سنبولة مئات الحربات والله وضعف لما يشاء الموقف الأول من القرون التي ليست بعيدة عندما كان ابن طيمية مدفونا أو يعني مسجونا في جنب في دمشق بيت قاعد ينزل إليه ب اتنين وثلاثين دركة سلة في اللغة العربية نقول درجة للصاعد إلى أعلى ونقول درك بالكاف للهابط إلى أسفل إن المنافقين في إيه في الدرج الأسفل لا في الدرج الأسفل يعني عندما نزلت إلى أسفل فتنطقوا بالكاف عندما تصعد إلى أعلى تنطقوا بالجين سبحان الله ف يعني حبسوا ابن طيمية تسعة عشر شهرة في هذا الجهر اتنين وتلاتين أو أربعة وستين دركة من دركات السلة كل دركة نصف متر يعني أنت عندك تقريبا أربعة وستين عندك أكثر من تلاتين متر تحت سطح الأرض وفي هذه الآونة كانوا يلقون إليه بالطعام من فوق هذا السلم الحلزون يعني بعض المآذن يكون فيها سلم يخط زمان المؤذن عليها قبل وجود المكبرات فكانوا يلقون إليه بالطعام في صرة والله أعلم يصل أو لا يصل عاش في هذا المكان وظن الذين حبسوه أنهم قد انتصروا عليه لكنهم ترجم الإيمان في كلمات ثلاثة قال ماذا يصطع أعدائي به إن حبسوني فحبسي مع الله خلوه وإن نفوني من بلدي كما جئت أنت هنا لاجئا فإن نفي من بلدي سياحة والله أمر بالسياحة نعم لي وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة إذا ترجم لنفسه حقائق الإيمان حبسي خلوة نفي سياحة قتلي شهادة انظر إلى ذنون سيدنا يونس ذنون رأى أن قومه لا يريدون الإيمان فخرج مواضبا لهم يعني أو منهم خرج ربان في حالة يقول أنا أدعوهم إلى التوحيد وهم يرفضون سوف أغادر فغادرهم فركب السفينة هذه السفينة كانت لمجرمين لا يؤمنون بالله فلعبت الأمواج به وكادت السفينة أن تغرق فقالوا لا بد أن معنا شيطانا أو إنسان على غير الأخلاق وإن آلهة البحر في حالة من الغضب ونحن يجب أن نلقيه قربانا لآلهة البحر حتى ننجو ونسترح منه أصبح يونس الوحد هو المجر وأصبح ركاب السفينة الظلمة هم هم الليه الذين يريدون التخلص منه ما أشبه الليلة بالبارعة فأخذوا يونس من يديه وريليه وألقوه في اليوم ربوه في البحر لم يستطع أن يسبح أو يتعلق بجزء من السفينة وإنما إذا بحوت أزرق يفتح فمه ويلتقم يونس أصبح يونس بعد أن كان حرا طليقا أصبح داخل ظلمات ثلاث الإلقاء ده القذف هذا تم ليلا أصبح داخل ظلمة الليل داخل ظلمة الأموات داخل ظلمة بط الحوت كل الآن كل الأسباب الدنيوية والطبيعية التي خلقها رب العباد في هذه اللحظة أعداء ليونس عليه السلام قومه الذين ركب معه السفينة الحوت الذي لا يحب الإنسان البحر الذي يغرق فيه الناس دائما الأمواج التي تبتلق الظلمة التي لا يرى الهسن فيها كل عوامل الطبيعة كل عوامل الطبيعة التي في هذا الوقت أسبابها ضد يونس فما الذي يمكن أن يحدث سيدنا يونس الآن الأسباب تعطلت الأسباب تعطلت أصبحت الأسباب الآن معطلة تماما ليس هناك وسائل إنقال ليونس من حوله قريبة أو بعيدة بسيطة أو كبيرة ولكن كل ما حول ومن حول يونس عبارة عن أعداء ضد يونس هلاص أذكر رحمة الله عليه الشهيد عمر المختار لما قالوا له إن العدو الإيطالي جاء بطائرات ليضربنا من السماء ونحن ليس عندنا طائرات قال لهم هذه الطائرات تطير من تحت العرش أم فوق العرش عرش الرحمن يعني هي تطير فوق العرش أم تحت العرش قالوا لا إنها تطير تحت العرش قال معنا من فوق العرش يقين الإنسان دائما يتصب بالمصدر المعلم قال لكلميذة إذا نبح عليك كلبه القطيع قطيع العرناء عنده فيه إيه كلب الحراسة كلب الصين نبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع قال أنهره قال فإن عاد ونبح قال أسجره أطرده يعني أهوشه أضربه بحجر وبعصة قال فإن عاد قال أسجره وأنهره قال يا ولدي هذا أمر شركه يا طول نفرض أنه كلب رزل نباح لا ينتهي عن عن النباح والعقر قال فماذا أصنع قال قف بجوار الراعي يعني الغلم لها إيه راعي وهو إيه بشر والبشر لهم راعي وهو من فكن مع الله كن مع القوة إذن أنت بقانون الأسباب ليس عندك شيء أم الكريم أم سيدنا موسى القطوة له من العمر بضع ساعات ضعيف هذا المولود أم قوي بمنطق القوة ضعيف أم قوي ضعيف هل ضعفه أغراقه في اليم أم نجى من اليم طيب فرعون عندما عبر خلف موسى وجنوده كان فرعون قويا أم ضعيفا كمن الواجب بمنطق الأسباب الدنيوية موسى يغرق وفرعون ينجل ما الذي حدث موسى نجى وفرعون لا ضعف موسى أغرقه ولا قوة فرعون أنجله هذه نقاط في العقيدة هذه نقاط في العقيدة فما الذي حدث بيونس يعمل إيه ما الذي يصنعه لو ذهبنا الآن إلى قصر فرعون كان ممكن بني إسرائيل وكان ستمائة ألف كان عدد كبير يحيطوا بقصر فرعون ويطالبوا بتسليم الطفل موسى ابنهم صحر الله كان ممكن ولا مش ممكن ممكن يبعثوا يرسلوا وفدا دبلوماسيا على أعلى مستوى ويجيسوا مع مراسم القصر وحراسته ويطالبوا من مقابلة فرعون حتى يخرجه عن الرضيع موسى صح ولا لا ممكن كيف حمت السماء والمدبر هذا الرضيع الصغير أمر أغرب من الخياة لا تتصوروا أنت لا يعني لا نزلت ملائكة ولا جبريل وأبدا أمر بسيط جدا ماذا قال ربنا فلو حرمنا عليه المراضة تخذ تحريم المراضع ده جند من جنود الله ازاي يعني يعني الطفل الذي لما يولد عايز كل كم ساعة يرضى صح ولا لا يرضى عمتد يأم وما زمان ما كانش فيه للبن صناعي ولا للبن زمان تعرف صح ولا لا كش فيه لصدر الأم الآن ما فيه صدر الأم ولا الأم أنا ما عرفش الترجيم هاي زي دي الترجيم أخير فكان الله مع المترجم فأنا أريد أن أقول أن سيدنا موسى يريد أن يرتضع من تدي أم طفل لسه مولود من ساعات طيب أمر من فرعون اعتم البردعات يجيبوا خمس ست تقدموا أعطوهم الطفل يرفض هو يبكي ويرفض يبكي أما طفل عجيب يعني الطفل إذا بكى وعطيناه مصدر حليب ليرضع أخذاهم أم لم يأخذهم أتار التحريم من فوق وحرمنا من الذي حرم الله بيده الأمر كله بيده الأمر كله أخته تقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ممكن أدلكم على بيت ممكن ربما يقبث فجاءت أمه أول ما جاءت أمه التقم ثديها فأصدر فرعون قرارا أن هذه المرضعة ولا أعرف أن أها أمه هذه المرضعة تظل في القصر اللي يتوكر على الله بصدر يجعله يأمر الناس ولو كان ملكاً ولو كان ملكاً قالت لا ما الذي يبقيني في قصرك عندي زوج وأولاد وبيت ومسؤولية وأسرة وأنا مالي بالرضيع بتاعك شوف اللي مع الله يتدلل اللي مع الله يفخر اللي مع الله يقوى اللي مع الله سبحانه الضعيف مع الله يصير قويا وذكر الله بالليل يحول الليل إلى نهار المشرق والتوكل الصادق على الله عز وجل يحيل المهزوم منتصرا والمنتصر مهزوم هل سبحان الله العظيم قالت له أنا عندي أسرة عندي مسؤوليات لا أستطيع قال أعطوهم جناحاً في القصر جناح داخل القصر سبحان الله انتخذ الأسباب فأعطى فرعون جناحاً في القصر للرضيع موسى والمرضعة التي جاءت له وليعلم أنها أمة وأخه وأخاه وغروع وربما أبوه إذا كان موجود لم يذكر لكن المهم أمر فرعون أمراً ملكياً بإعطاء الراتب يومي إلى هذه المرضع العظيم عمركم الله عليكم رأيتم أماً ترضع ولدها وتقبض أجراً احمدوا ربنا أن زوجتكم لا تطالبكم بثمن الرضام لو أن الطبيبة قال لها يجب أن لا ترضعي ولدك من صدرك لأن اللبن خطر عليه ائتيه باللبن من الصيدلية صناعي تركيبته كذا تمام ماذا أصنع الأب يذهب ليشتري هذا هذا الحليب ولا هل يقولون هل يعطوه حليب مجاناً فممكن الزوجت تقول لك طيب مدم أنا أرضع ابنك طبيعي ومن روح نشتري بمال بدل العشرين دولار اللي أجيب بها حليب هتري من قناعة زوجاتنا ما طلبتنا أنا جاي بس هد النفوس يعني من قناعة زوجاتنا لأننا بتشعر أنها بتغذي وأنا له ولذلك قال أثناء إرضاع الأم لولدها تخرج أشعة نورانية غير مرئية من قلب الأم إلى قلب الولد يكبر الولد متوازناً في أخلاقه وسلوكه ونفسيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر